مئات المستوطنين المسجد الأقصى تزامنا مع احتفالاتهم بعيد ما يسمى نزول التوراة اليهودي وقال مكتب حراس الأقصى للعربي إن نحو 668 مستوطنين اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح عشرت دائرة الأوقاف الإسلامية إلى إجبار شرطة الاحتلال أصحاب المحال التجارية في سوق القطانين على الإغلاق لصالح صلوات المستوطنين التلمودية في السوق قبالة باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس العربي إن نحو 20 ألف مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ مطلع العام الجاري